وزير التجارة الجديد يصرح قوت الجزائريين خط أحمر حداري التلاعب به السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد تمت اليوم السبت على مستوى مقر وزارة التجارة وترقية الصادرات مع راسم تسليم واستلام المهام بين كل من كمال رزيق المغادر والطيب زيتوني الوافد الجديد على رأس الوزارة على أطر التعديل للوزارة الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفي كلمة له تقدم وزير التجارة الجديد الطيب زيتوني بشكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ثقته كما قدم شكره للوزير السابق كمال رزيق على المجهودات التي بدلها في هذا القطع وحدر الوزير الجديد كل من يريد التلاعب بقوة الجزائريين واستقرار البلاد قائلا قوت الجزائريين خط أحمر وتابع زيتوني قائلا المسيرة ستتواصل بما تم رسمه والتخطيط له وتحقيق الأهداف التي تم تسيطرها وأضاف أن الجهود ستتواصل لضبط السوق وتوفير السلع المطلوبة للمواطن في ظل تقلبات دولية تفرض علينا أن نتأقلم في كل مرة وتحديد خططنا وأهدافنا